في نفس الموضوع ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من إسطنبول سيد جورج سبرة عضو الهيئة العليا للمفاوضات أستاذ جورج مساء الخير أهلا بك معنا من جديد في السوديو الآن عمليات تهجير حي الوعر في مرحلتها الأخيرة وأيضا تتكرر هذه العمليات في مناطق مختلفة من سوريا ماذا بعد ذلك؟ حقيقة عملية التهجير هي خطة إيرانية قديمة وليست جديدة لكنها تنفذ على مراحل وبدأت من تهجير سكان باب عمر وأحياء حمص القديمة وكذلك بالقصير ثم اتجهت إلى ريف دمشق بدءا من دارية لمعظمية قدسية التل ثم إلى خان الشيح مضايا والآن في حي الوعر هي خطة تريد تهجير السكان الأصليين وإحلال سكان مكانهم من أجل بشار الأسد ليجد سوريته المفيدة من أجل أن يبقى هذا الممر بين العاصمة بموازاة الحدود اللبنانية ليبقى الممر لحزب الله ثم توجها إلى حمص والساحل السوري خطة مكشوفة لكن للأسف تجري تحت أنظار العالم تجري تحت غطاء ومساهمة الروس وفي الكثير من الحالات كانت ضباط الروس على أبواب المدن يسهلون هذه العملية والأمم المتحدة عاجزة من أن تفعل شيء رغم أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضع المهجرين في المناطق التي هجروا إليها كيف هو؟ ماذا يتم توفيره لهم؟ هل من منظمات معنية إنسانية تقوم باستقبالهم بتوفير حاجياتهم؟ حقيقة من أصعب الأحوال هي أحوال المهجرين الذي خرجوا وبدأوا من الذين خرجوا من المعظمية هناك عجز من الأمم المتحدة عن تلبية الحاجات حتى مجرد إيجاد مأوى العديد من الأسر تأوي إلى الكهوف أو تحت أشجار الزيتون أو تبني مجرد خيام من أكياس النايلو كيفما اتفق هناك عجز لدى المؤسسات الوطنية السورية من أن تفعل شيئاً وهناك تأخر من المنظمات الدولية لذلك الحقيقة الأوضاع قاسية إلى حد لا يوصف خاصة بعد أن أغلقت الحدود أمام السوريين من أجل اللجوء والهجرة إن كان عبر تركيا أو عبر الدول الأخرى نعم طيب ماذا بالنسبة لدينا فضلوا البقاء يعني إذا ما تحدثنا عن حير الوعر هناك عدد لبأس به من الأشخاص لم يعني يرغبوا بالتهجير أو بالانصياع إلى ما تم الاتفاق عليه فضلوا البقاء ما ضمنات سلامتهم؟ هو الخيار الصعب ولا شيء يضمن هذه السلامة وفي العديد من الأمكنة حيث بقي بعض السكان مثل المعظمية مثل التل حقيقة يلاقون كل أنواع الاضطهاد وليس هناك أي نوع من الضمانات لأن الاتفاق تم تحت الحصار وأيضا بتحت سلاح التجويع وكان شعار النظام واضحا التجويع للتركيع الحقيقة رفض أهالي هذه المناطق التي قاومت سنين عديدة أو تمثل على ذلك دارية التي قاتلت ست سنوات كاملة المعظمية التي قاتلت ببطولة نادرة لكن للحقيقة الحصار سلاح التجويع الخوف على الأطفال والنساء والمدنيين هو الذي دفع إلى التوقيع على عقود الإذعان هذه لا يستطيع أحد أن يلوم الذين فعلوا ذلك لأنها حياتهم وقد استفردوا دون أن تكون هناك أي يد سورية أو غير سورية عربية أو أجنبية دولية أو من الأمم المتحدة تقدم ما يلزم لهم من أجل الثبات والبقاء على أرضهم أنتم كمعارضة سياسية كممثلين للشعب السوري في المحافل الدولية كيف تتناولون هذا الملف ملف المهجرين في البداية كان هناك بعض المساعدات تقدم لكن الحقيقة يعرف الجميع أن الاتلاف الوطني ليس لديه من الموارد ما يمكنه أن يفعل ذلك الحكومة المؤقتة التي تعمل داخل البلاد في المنطقة الممتدة بين جرابلوس والباب تقوم بجهود في هذا الإطار كذلك هناك المنظمات التطوعية الصحية والإغاثية والتعليمية للسوريين تقوم بواجبها لكن الحقيقة هي أدنى كثيراً من أن تلبي الحاجة الحاجة أكبر من ذلك ونحن نعمل كل الجهود مع الأمم المتحدة وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل أن تلبي هذه الحاجات هناك جهود سعودية بالموضوع هناك جهود قطرية وإماراتية أيضاً عبر الجمعيات الخيرية لكن الحاجة أكبر بكثير من أن تلبى شكراً لك الأستاذ جورج سبرا عضو الهيئة العليا لمفاوضات السورية كنتم معنا عبر الأخمات الصناعية مباشرة من إسطنبول